في الوضع الوبائي في عدد من الولايات حسب الإدارات الجهوية للصحة فقد سجلت ولاية سيدي بوزيدا اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع حالات شفاء وباحتساب الحالات الجديدة فقد ارتفع العدد الجملي للإصابات بولاية سيدي بوزيدا إلى 5393 إصابة مؤكدة و195 حالة وفت وفي المهدية سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا وفات مصاب ناصي المعتمدية الشابة وتسع عشرة إصابة جديدة بالفيروس مع تعافي أربعة وثلاثين مصابا وتوزعت الإصابات الجديدة إلى خمس إصابات بقصر الساف وأربع إصابات بكل من الشابة وأهبيرة وإصابتين بالجم والسيدي علوان وإصابة واحدة بدائرتين المهدية وولاد الشامخ وفي جابس أثبتت نتائج التحاليل المخبرية إصابة تسعة أشخاص بفيروس كورونا يتوزعون إلى خمسة مصابين بقابس الجنوبية وثلاثة مصابين بمارث ومصاب في قابس المدينة ليبلغ العدد الجملي للإصابات إلى حد اليوم في ولاية قابس تسعة ألاف وسبعة وخمسين شخصا أما في ولاية التوزر فقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى خمسة ألاف وثمانين إصابة بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا وارتفع عدد حالة التعافي إلى أربعة ألاف وتسعمائة واثنين وستين متعاف من الفيروس وفي السيق المتصل وبمعتمدية الكريب من ولاية سليانا انتظمت حملات أمنية مشتركة بين وحدات الأمن والحرس الوطنيين لفرض تطبيق البروتوكول الصحية بعد تسجيل 12 حالة اشتباه في الإصابة بالسلالة الجديدة المتحورة أو ما يعرف بالطفرة البريطانية